اشتركوا في القناة وهو الحدث الأكبر والنصر الأكبر الذي قال فيه الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ألا وهو فتح مكة ذلك الفتح العظيم الذي قال الله سبحانه وتعالى أن يحققه بأقصر فترة زمنية على يد أفضل خلقه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه المعركة التي فتحت فيها مكة وقعت بعد أحداث تلك الأحداث كانت بعد صلح الحديبية عندما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يذهب إلى بيت الله الحرام معتمرا وأمر المسلمين أن يخرجوا معه ووصل الخبر إلى قريش عندما علم قريش بهذا الأمر أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرجع هذا العام ويأتي في العام القادم وعلى أن يترك النبي يأخذ حريته وإداء مناسكه لمدة ثلاثة أيام في السنة القادمة فإذا هذا الحدث كان مسبوق بصلح وهذا الصلح فيه مجموعة من الشروط التي اشترطها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وهي عدم التعرض للمسلمين الذين أسلموا في مكة من قبل قريش وأن يمارس المسلم الشعائر بحرية وبدون تقييد من قبل المشركين وعندما عقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الصلح دخل في أهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبيلة من القبائل العربية التي كانت هناك في قباله دخلت قبيلة أخرى مع قريش في هذا الأهد فحتى نقف على أحداث هذا النصر العظيم نتسلسل في مجموعة نقاط أولا هناك مقدمتان لفتح مكة المقدمة الأولى هو صلح الحديبية والمقدمة الثانية نقض العهد الذي أبرم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين مشركي قريش قبل أن ننتقل إلى ذلك ماذا نعني بالصلح؟ على البعض يفسر الصلح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي لهؤلاء بما يصنعون النبي صلى الله عليه وآله لم يرضى هناك فرق بين أن يرضى وبين أن يصالح عندما نقول صلح أن الله سبحانه وتعالى بعدما أمر النبي أن يدخل ومنع أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يقيم الحجة على هؤلاء وأن يكون هناك سبب لدخول مكة والسيطرة عليها ومن ثم القضاء على عبادة الأصنام وأن تكون العبادة لله وحده لا شريك له قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرر الخروج إلى مكة ووصل الخبر إلى قريش وقريش صالحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان سبب انتهاء الصلح أن قريش أعانت تلك القبيلة التي دخلت في عهدها ضد تلك القبيلة الأخرى التي دخلت في عهدها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الأمر دفع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجهز ذلك الجيش الكبير ويتجه من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة وبإرادة الله عز وجل تمكن النبي صلى الله عليه وآله أن يحقق النصر في مثل هذا الشهر العظيم وبخسائر قليلة جداً وعندما دخل النبي صلى الله عليه وآله أخذ بعض قادة الجيش آنذاك وحملوا راية وأخذوا يقرؤون تلك الأبيات المعروفة والبعض ينادي اليوم يوم الملحمة اليوم تسب الحرمة فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الهتاف فأرسل الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام وقال له يا أبا الحسن أدخل إلى مكة وغير النداء فدخل الإمام علي بن أبي طالب وغير النداء وقال اليوم يوم المرحمة اليوم تؤوى الحرمة ولذلك عندما سمع الناس بهذا النداء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله فالتفت إليهم النبي فقال لهم ما أصنع بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم فالنبي صلى الله عليه وآله أفى عنهم ومن هذه المعركة ومن هذا الموقف ومن هذا الفتح العظيم ينبغي على الإنسان المؤمن وخاصة في هذا الشهر الكريم أن يعفو عن من ظلمه ويسعى جاهدا في سبيل نشر التعاليم الإسلامية والأخلاقية التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الفتح للمسلمين في كل مكان وفي كل زمان وأن يمن علينا بتعجيل فرج إمامنا ليملأها قصطا وعدلا كما ملأ الظلما وجورا ببركة الصلاة على محمد وآله محمد اللهم صل على محمد وآله محمد اشتركوا في القناة